السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال تلك الكلمات عند الموت لن تمسه النار أبدا إيه هي الكلمات دي نعرفها بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ورد ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا وحدي فإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي فإذا قال العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد فإذا قال العبد دي آخر حاجة فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال جل وعلا صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي ثم عقب النبي في آخر الحديث فقال صلى الله عليه وسلم من رزقهن يعني لربنا هيرزقهن يقول الكلمات ديت عند موته لم تمسه النار أبدا الله فكأن تسبيح الإنسان لله عز وجل وتحميده وتهليله أثناء المرض لو مرض الموت يعتبر تضرع منه لله عز وجل فيكافئه الله عز وجل بجائزتين أن يصدق هذا العبد يقول صدق عبدي والثانية أن يجير هذا العبد من النار إذا مات في ذلك المرض احفظوا تلك الكلمات رزقاني الله وإياكم حسن الخاتمة بعد طول عمر وحسن عمل وجمعاني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته